قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قال إن منطقة الشرق الأوسط باتت على حافة الهاوية وذلك في إشارة إلى تصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل ودع جوتيريش إلى وقف دائرات الانتقام في المنطقة قائلا إن حادثة واحدة من إساءة التقدير أو سوء الفهم يمكن أن تؤدي إلى صراع إقليمي واسع يعود بعواقب مدمرة على جميع المنخرطين فيه وبقية العالم وأدان الأمين العام التصعيد المتمثل في الهجوم الواسع من إيران على إسرائيل قبل أيام ثم الرد الإسرائيلي على إيران والهجوم على مدينة أصفهان ومن قبله أيضا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من الشهر الحالي